أعلن المركز للتحدي للتنفسية والإحصاء خلال تقريره الصادر بعنوان دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة أعلن عن ارتفاع رصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بنهاية العام 2020 إلى 554.1 مليار درهم 151 مليار درهم كما أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات قد أصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلا حول العالم واحدة من أكثر الوجهات تصديرا للاستثمار الخارجي كذلك مضيفا أن الإمارات تمكنت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي بعد أن هيئت بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات